بعد أن عادت معلولة إلى واجهة التطورات الميدانية في الأيام الأخيرة مع دخول الجيش الحر إليها من جديد وبسط سيطرته هناك دقت إذاعة الفاتيكان ناقوص الخطر مع إعلانها أن مسلحين أخرجوا بالقوة 12 عشرة راهبة من راهبات دير مارتقل في معلولة واقتادوهن إلى بلدة يبرود لتليها تصريحات للسفير البابوي في دمشق تؤكد ذلك وكانت معلولة شهدت معارك ضارية بين قوات النظام والجيش الحر حسمها الأخير لصالحه بعد أن حاول ذلك في شهر سبتمبر الماضي إلا أنه انسحب وقتها بسبب تكثيف النظام لحملته العسكرية هناك في هذه الصور القديمة للمدينة تظهر أهمية معلولة الأثرية تضاف إليها أهمية دينية إذ تضم أديرة من القرون الميلادية الأولى من بينها دير معلولة وهي المدينة التي تتحدث اللغة الآرامية أي لغة السيد المسيح ويعد دير معلولة تحديدا من أديرة الحج البارزة للطائفة الأرثوذكسية وهو لا يسكنه إلى مجموعة من الراهبات برئاسة الأمبلاجيا سياف وتناطبهن مهمة رعاية عشرات الأيتام هذا طبعا قبل أن تتحول معظم أرجاء المدينة دمارا لارا نبهان العربية